اشتركوا في القناة 23-3 القمر ما زال موجود في الحود لاخر يوم في منزلة الرشا وهي المنزلة جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وحكينا بما ان القمر رح يكون موجود في منزلة الحود تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكتشف او منكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار خصوصا القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حبال الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية هذا اليوم فهي كثيرة شوي وفي منها مهمة كثير اول زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثنتين وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية الثانية هي زاوية اقتران سلبية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش تجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما الزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة يعني زاوية القمر حكينا انها بتستمر من ثمان ساعات لاثناشر ساعة ولكن الزاوية اللي بتكون مع الكواكب البطيئة كل ما بطئ حركة الكوكب بالانتقال كل ما زادت مدة الزاوية هاي الزاوية زاوية التزديس الايجابية بين الزهرة ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش ومدتها تقريبا بحدود التسع ايام بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين الينا اما الزاوية الخطيرة جدا 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 واللي انا نبهت عنها في بداية السنة وتقريبا معظم الفلكيين اللي بيفهموا في علم الفلك نبهوا من هاي الزاوية هي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة صباحا طبعا هاي ذروتها لها هي تأثير تقريبا بحدود العشرين يوم ورح تستمر تقريبا بحدود الأسبوعين من أوجها ولكن هي الأوج تاعها هو اللي بيخوف دائما وما بعد الأوج فعشان هيك مثلا بتلاحظوا يوم أمس الحدية ارتفعت شوي ولكن انه لمدة أسبوعين قادمات الحدية قوية جدا رح تكون بتدل هاي على مشاحنات وعلى عنف على أشياء الها علاقة إما بحرب أو دمار على نحو واسع وبتتلو هذا الاتصال وبما انه احنا في موجه الها علاقة بفيروس اسمه كورونا فهاي بتدل على انه الفترة القادمة هي مش حرب بمعنى سلاح هي حرب الها علاقة بالفيروس هاد ونتائج هذا الفيروس يعني ممكن انه يصير فيه نوع من أنواع الاشتباك المسلح نوع من الخروج عن القوانين أو الأنظمة نوع من أنواع العنف اللي ممكن يصود مناطق بشكل مرعب جدا ممكن انتشار المرض هذا رح يكون على نطاق واسع جدا يعني أسرع من الأخبار اللي انتو سمعتوها فعشان هيك الفترة هاي حرجة جدا بطلب من الجميع انه الكل واحد يلتزم بيته يحاول يعمل نوع من أنواع الاحتياطات اللازمة للفترة هاي خصوصا الأسبوعين القادمات لانه الوضع جد رح يكون مش سهل ما يعني ما في مجال اني أجاملكو وأقولك لا بتمشي الأمور لا وهيك احنا دخلنا في مرحلة صعبة جدا وهي دوليا بالدل كذلك على فترة ممكن تشهد اضطرابات العمال وممكن ترافقها أعمال شغب أو حوادث عنف ممكن تشهد هاي الفترة مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة ازدياد حوادث العنف والاقتصاب والفضائح الجنسية والسريقات وبدل حدوث انقلاب عسكري أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية تفجيرات حرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية مثل الزلازل أو العاصير أو حرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 11 وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني ممكن أنها تلوح الفرص لتحصيل مكاسب مالية وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية أما الزاوية التي تليها هي زاوية إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 22 و18 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما الزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 22 و50 دقيقة عصرا بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي أو منندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير فيه خلو المسار خلو المسار طبعا رح يستمر لبعد منتصف الليل يعني من الساعة 52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا بعد منتصف الليل وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر بما أنه موجود في الحوت يعني خلو المسار زي ما حكينا أنه هو رح يستمر تقريبا مدة طويلة يعني بتصل من الساعة 52 دقيقة لبعد منتصف الليل تقريبا بساعة بتوقيت جرينيتش يعني زي الأردن مثلا يعني للساعة 3 الصبح وبعدها القمر بينتقل للحمل عمر القمر القمر انحصار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 23 دقيقة صباحا بيصبح القمر 28 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج سعيد القمر في الحوت حتى يوم 24 ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثة أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج ممتزج المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل زي ما ذكرنا في حلقة أول أمس في الدلو حتى 11 خمسة وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23.6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25.4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وطبعا قبل ما نوصل للتوقعات اليومية احنا بنحكي توقعات برج وطالع يعني بتسمع برجك وبتسمع طالعك اذا ما بتعرف طالعك في صندوق الوصف لينكين ممكن الاول بشرح لك كيف انت تستخرج الطالع تبعك الثاني موقع كيف تستخدمه انت وتستخرج طالعك من خلاله بتسمع انت البرج وبتسمع الطالع اللي بتشوفه غالب عليك اكثر هو اللي بتتبعه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي من يشعر بعراض غير اعتيادية يجب ان يتوجه للفحص والعلاج خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما لها اي اساس طبعا القمر بما انه موجود في بيت المتاعب وبيت المتاعب سيء فعشان هيك يعني بتنطبق هذه التوقعات عليه اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم انت مزاجك معكر في عندك نوع من انواع العصبية والحدية في تقلب عالي جدا في المزاج فعشان هيك بدك تمسك عصابك ممنوع التهور والعصبية بالفترة هاي لانه النتائج ما رح تكون سهلة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه في نوع من انواع الضغط العالي جدا على الامور اللي الها علاقة بالاموال فعشان هيك عليك كثير من الالتزامات او الدفعات او المطالبات او الاشياء اللي ممكن انها ترخيقاك ماديا فعشان هيك بدك تكون حذر حاول انك تفكر في الامور بعقلانية اكثر وحاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عصبيتك عالي جدا لدرجة انه مزاجك متعكر ممكن تثور من اي تصرف فعشان هيك بدك تمسك عصابك حاول انك تسيطر على حالك بشكل كامل بدون انفعالات اركز على امور الها علاقة بالدراسة او بالبحث او ممكن مطالعة او اي شيء لكن اشغل حالك عشان تطلع من جو العصابك اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت الامور جيدة ما زالت الامور تحت السيطرة في امور الها علاقة بالترميمات او التصليحات او الاهتمامات المنزلية ممكن يكون في احد الابناء او في العائلة او في احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه فيه نوع من انواع الضغط او عاطفيا خلال الفترة هاي فعشان هيك بتكون تمسكوا عصابك اثناء التواصل مع الاحباء عشان ما تورو وما توصل لمرحلة او حريجة جدا وخصوصا انه الضغط كبير فحاولوا قدر الامكان تمسكوا عصابك اثناء تصريف اعمالكم مع او احبائكم اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار فيه امور جيدة ممكن انت تعملها او تحقق انجازات في امور الها علاقة بالعمل من اوراق او ملفات او معاملات وبرضو فيه نوع من انواع الاهتمام الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فهو عالي جدا بالحدية يعني ما بين الشركاء اي الازواج او المرتبطين او فيه عقد ما بينهم هاي الحدية بتصل لمرحلة صعبة جدا خلال الفترة هاي وخصوصا انه الامور باوج الصعوبة من هون لنهاية الشهر فهاي اصعب ثلاث ايام ممكن انها تمر عليك فعشان هيك بدك تمسك عصابك حاول انك ما تنفع لاتفه الاسباب حاول ما تختلق المشاكل لانه بدك تعرف انه انت عندك المشكلة بحديث الطباع والعصبية حاول انك تستدرك الموقف لحديث ما يوصل القمر اقل ما فيها لعندك بدعمك شوي ولكن انه بدك تعرف انه من اليوم وبكرة وبعد بكرة الامر ضاغط بشكل كبير اللي عنده مشاكل او صار مشاكل بينه وبين احد شركاؤه يحاول يهدي نفسه لمدة ثلاث ايام ليتجاوز الضغط الكبير وبعدين يبادر بالامر من اول وجديد لامور الها علاقة بالمصالحة فممكن يكون في نتائج اما بالنسبة للبيت الثامن فانا بقول لك انه الامر خالي تماما من اي ضغوط لا اجهبية ولا سلبية فانت بتتعامل مع الامور اللي الها علاقة بالاموال المنقولة او الاموال اللي ما بترجع لك بطريقة روتينية فعشان هيك الامر على حسب ظروفك اما بالنسبة للبيت التاسع فهو عالي جدا اليوم فبدعمك بقوة عالي جدا لدرجة اما موضوع دراسي او بحث او مناقشي او امور الها علاقة بالبحث بالسفر بامور الاستراد والتصدير المراسلات الخارجية الاتصالات الخارجية كل هاي الامور ممتازة جدا وبتدعمك بشكل قوي جدا في هذه الايام وممكن ان تتحقق خلال اليوم وبكرة نتائج انت ما كنت تتوقع انه ممكن ان تتحققها بالفترة الماضية كرر المحاولة اكثر من مرة ممكن يكون فيه لك نتائج على هاي الامور اما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة فانا شايف انه الامر روتيني طبيعي فاما انك انت اذا بتشتغل فبتلاقي الامور ماشي بشكل روتيني واذا انت جالس في البيت فهذا برضو من ضمن الروتين اما بالنسبة للبيت 11 فانا شايف عن مستوى العلاقات او الاصدقاء فيه نوع من انواع التواصل مع بعض الاشخاص والتهرب من بعض الاشخاص فيه نوع من انواع التفقد او الاتصالات الها علاقة بتفقد الاشخاص او نوع من انواع العلاقة العامة او الاطمانان عليهم او حتى اه ممكن من باب الدعابي والمزاح الامور برضو بتكون جيدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهونا بنقولك انه بيت المتاعب ضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تراقب اعمالك حاول تنجز المهمة الضروري منها حاول ما ترهق حالك حاول انك تطلع من الوساوس والافكار السيئة حاول انك انت تراعي وضعك الصحي وتراقب غذائك وراحتك خلال هذا النهر برج الثور تنشطون اجتماعيا وتسعدون من لقاء الاصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة او علاقات صداقة ممكن تكون جيدة ويسودها التقدير والثقة المتبادلة طبعا القمر موجود في البيت 11 فبدعم اي شيء له علاقة بالاصدقاء او الاتصالات المكثفة او التفقد الاصدقاء او نوع من انواع التواصل معهم خلال الفترة الحالية ممكن يكون فيه نوع من انواع التفاهم او نوع من انواع طلب الحاجة او المساعدة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور يعني شوي بلشت يعني من ساعات الظهر او بتبدأ من ساعات الظهر هي بتكون مستقرة ما قبل هيك ولكن من ساعات الظهر بتبلش الحدية بشكل كبير على النفسية وضغط نفسي فبدك تحاول انك انت تمسك حالك لانه القمر بلش يتجه باتجاه بيت متاعبك فعشان هيك بوترك بشكل قوي وممكن يعمل نوع من الاطراب النفسي عندك العصبية والزهج والملل والاشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الثاني فهو الامور المالية بتبلش تخف الاهتمامات فيها من الساعة تقريبا من ساعات الظهر او بتفقد الامل او نوع من انواع خيبات الامل المالية اللي ممكن تيجيك او زيادة في العباء او المصاريف او الاحتياجات بيكون صعب جدا تحقيقها خلال ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك بدك تكون مستعد وجاهز للظروف اما بالنسبة لبيتك الثالث فبكون عندك نشاط عالي جدا بالاتصالات والمواصلات والامور اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات وممكن في منكو يقوم ببحث او بمناقشة او دراسة او اكمال واجبات عليه او امور الها علاقة بمؤتمرات او نقاشات او اشياء الها علاقة بالوضع الحالي اما بالنسبة للبيت الرابع فالامور على مستوى البيت جيدة فممكن عملية التواصل تصير داخل البيت ولكن بدك تدير بالك من نوع من انواع الحدية او العصبية في التعامل مع افراد المنزل حاول قدر الامكان انك تخلي الاجواء ايجابية بتعاونك مع اهلك او مع ابنائك او مع اخوانك او مع ابائك او احد الوالدين يعني اما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض فعشان هيك الامور ضاغطة عليهم بتكون شيئا ما على النحو العاطفي في نوع من انواع العصبية وخصوصا انه القمر الان باتجاه بيت المتاعب فعشان هيك بدهم يديروا بالهم اثناء التعامل مع احبائهم ما يحاولوا يعصبوا او يفرضوا رأيهم ما يحاولوا انهم ينزعجوا من اي تصرف خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك او يعني الموكة اللي لا اليك بتقدر ترتب اوراقك او ترتب بعض الملفات او ترتب بعض الاشياء اللي الها علاقة بالعمل وبتنجزها بشكل جيد اما بالنسبة للوضع الصحي فانا شايف انه في اهتمام عالي جدا على الامور الصحية في امور الها علاقة اما بتفقد وضعك الصحي او اشياء الها علاقة بالادوية او بعض الرقابة الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور ضغطة عليك بشكل كبير خصوصا من ساعات الظهر بزيد الحدية في التعامل مع الشركاء ممكن تنزعج لأي تصرف ممكن تعصب ممكن تختلق المشاكل حاول انك انت تمسك عصابك قدر الامكان الفترة القادمة على مستوى الشراكي صعب كثير وخصوصا انه الشمس الان انتقلت لبيت متعبك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على امور الاموال برضو قادر ترتب امورك واموالك بشكل جيد او المعاملات اللي هلها علاقة بالاموال او الديون او الامور المحاسبية اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بكون فيه نشاط عالي جدا على امور الها علاقة بالدراسة او التدريس او الحث على التدريس او امور الها علاقة بالبحوث او اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بحضارة او بلغة او بافلام الها علاقة بالخيال العلمي او اشياء من هذا القبيل حاول قدر الامكان انك انت تستثمر الفترة هاي بشكل ايجابي لانه فيه امور جيدة حتى اللي بدو يهتم في امور الها علاقة بالمراسلات لاجل السفر او الاشياء اللي بعيدة برضو اليوم ممكن يستفيد منها اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا بقول لك اللي عندهم اعمال او اللي بشتغلوا من ضمن مؤسسات يعني اعمالهم رح تكون روتينية خلال هذا النهار بيتعاملوا بأمر روتيني ممكن ينجزوا بعض الاعمال المطلوبة منهم وممكن يصير فيه نوع من انواع التعاون من خلال اتصالات او من خلال البحث اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور على مستوى الاصدقاء مثل ما ذكرناها في بداية التوقع لانه القمر موجود في هاي المنزلة اما بالنسبة لبيت المتاعب فمن ساعات تقريبا ما قبل الظهر بتبلش الحدية بشكل عالي جدا فعشان هيك بدك تكون مستعد للفترة القادمة وخصوصا انه القمر رح يجي على الحمل رح يمكث فيه ايام فعشان هيك بدك تكون جاهز لانواع الضغط رح يكون فيه نوع من انواع تراكم الأعمال عندك رح يكون فيه اشياء لها علاقة بالوضع الصحي الطارئ ممكن تظهر بعض الاشياء اللي انت مش متوقعها فيها نوع من انواع التعب حاول انك تنجز الأعمال الضرورية حاول تراقب صحتك وغذائك وحاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الجوزاء يوم مناسب للي بيرغب انه يدخل اي تعديل مطلوب على طبيعة عمله ممكن تعزز العلاقة مع المسؤولين ممكن تحظى بشعبية وتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي يعني القمر موجود في بيتك العاشر بيت العمل فعشان هيك بعطيك ايجابية على المستوى اللي احنا ذكرناه اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور يعني النفسية شيئا ما مستقرة شيئا ما ومش بشكل كبير ولكن انه فيه نوع من انواع الوسوس عندك او نوع من انواع الافكار الوهمية حاول انك انت تتجاوزها وحاول انك انت ما تتوهم اشياء مش موجودة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الاهتمام بالامور او بالاعمال لها علاقة بالمال بتكون جيدة لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بتخف الامور وممكن تزيد عليك النفقات او بعض الامور الحسابية او المحاسبية اللي بتبلش تحسب فيها ممكن تكون من خلالها شوية ضغط مالي حاول انك انت تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات ممكن تتواصل مع الاشخاص اللي حواليك ممكن يكون في عندك بعض التنقلات او الاشياء اللي لها علاقة بالبحوث او الدراسة او الامتحانات او الاشياء اللي لها علاقة بالدراسة عن بعد في اهتمام عالي جدا رح يكون على شبكات التواصل ممكن يكون في نوع من انواع البحث عن مسألة معينة او دراسة موضوع معين خلال هذا النهار وخصوصا من بعد ساعات الظهر بتزيد هاي الامور عندك بشكل كبير وممكن يكون لك نشاط نقاش وتثبت وجهة نظرك او تثبت وجهة نظرك مع الاشخاص اللي انت بتتناقش انت وياهم بتوصل وجهة نظرك بشكل صحيح اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فانا شايف الامور جيدة ولكن انه بصير الاهتمام اكبر بعد ساعات الظهر فيه شي رح يلفت انتباهك ممكن يكون في عندك بعض الاعمال او الاشياء اللي حابب تنجزها خلال هذا النهار ممكن تغييرات تصلحات ترميمات اهتمامات تأثيث اه اي شيء له علاقة في المنزل ممكن يكون جيد خلال هذا النهار ممكن تهتم بلقاء عائلي او لمة اخوة او اهتمام باحد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الامور شيئا ما مستقرة على المستوى العاطفي ولكن فيه نوع من انواع الحدية في طباعك حاول انك تمسك حالك بدون عصبية وحاول انك تتعامل بشكل عاطفي ودي بدون اي مشاحنات الامور جيدة وممكن تستثمرها بشيء جيد اما بالنسبة للبيت السادس فلغاية ساعات الظهر الامور جيدة مستقرة بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك ولكن بعد ساعات الظهر بتصير الامور ضاغطة عليك بشكل كبير لدرجة انه بتتراكم الاعمال وممكن تشكو من بعض التوععكات الصحية حاول انك تراقب صحتك بشكل جيد صحتك او صحت احد المقربين لا اليك حاول انك انت تمشي الامور بشكل عقلاني وما تتهور وبرضو بحكي لك ما تتوسوس اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور على مستوى الشراك المالية والعاطفية جيدة ممكن تتواصل مع احد الشركاء او مع شريكك بالعاطفي لحل مشكلة او لوضع خطة جديدة او لبعض الاعمال المشتركة ما بينك وبين الشريك فالامور جيدة ولكن بدك تمسك حالك برضو من ردات الفعل اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف على مستوى الاموال اللي ما بتعود لك فيه نوع من انواع الاهتمام ممكن طلب سلفي او قرض او نوع من انواع المساعدة ممكن انه تمشي وممكن انها تتأجل يعني ما فيه شيء بقدر احسمه في البيت هذا لانه شوي فيه نوع من انواع التقلبية على مدى اليوم وثاني اشي ما بقدر اعطي ايجابية للكل ولا سلبي للكل فعشان هيك بقول بعضكم باستفيد من هاي الزاوية ماليا وبعضكم بيكون مبلوش في امور او مشغول في امور الها علاقة بالفوترة وامور الفوتير والاشياء اللي من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الامور جيدة على اي امر العلاقة بالاتصالات البعيدة او دراسة لغة جديدة او البحث في حضارة او امور العلاقة بالفلسفة والدين او امور العلاقة بدراسة موضوع معين او النقاش فيها اللي عندهم دراسة او رسالة جامعية مثلا بيقدروا يجتهدوا خلال الفترة هاي بتجهيز امور وتكون ايجابية ممكن يكون في بعض الاتصالات الخارجية مع اشخاص خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 فانا بقولك ضاغط رح يكون ورح تزداد عملية الضغط في ساعات الظهر فعشان هيك ممكن اليوم يصير في خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاصدقاء وممكن يتفاقم الامر هذا ويصل ل مشكلة كبيرة حاول انك تمسك عصابك وما تكبر الامور حاول تتبين قبل ما تعصب اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف بيت متاعبك بيزيد مع ساعات الظهر تقريبا نوع من انواع الحدية فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول انك انت تنجز العمال المطلوبة منك راقب غذائك وادويتك وحاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة مرج السرطان كونوا اكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارات بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفة في احلام او اهتمامات في امور الها علاقة بالسفر او القيام بمشاريع كبيرة الفترة هاي راح تنشغل في ترتيب هذه الامور او ترتيب لامور لاحقة لامور الها علاقة بالسفر طبعا القمر موجود في البيت التاسع فهو داعم للك بشكل كبير عشان هيك اليوم ممكن تستفيدوا من البيت التاسع في كل الامور اللي بتتعلق فيه اما بالنسبة للبيت الاول فبشوف اليوم مزاجك احسن شوي وفيه نوع من انواع التركيز حيويتك عالي جدا فيه عندك نوع من الاهداف او هدف معين حابب انك توصله خلال هذا النهار وتجتهد للوصول لا الو اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور راح تكون يعني قوية جدا بالتفكير في الامور المالية او ترتيبات المالية فعشان هيك حاول انك تجتهد بشكل جيد رتب امورك برضو بشكل جيد حاول تهتم في امور الفوترة او الامور الالتزامات دون المصاريف لزيادة ممكن يجيك اما وعد او فرصة لتحقيق على مكسب او على مبلغ مالي اما بالنسبة للبيت الثالث فبرضو هنا بحذرك انا من الاتصالات من التسرع من العصبية من المغامرة من الاشياء اللي غير محسوبة فعشان هيك بده يكون فيه عندك نوع من انواع التركيز ما تعتمد على الحضوض نهائيا ممكن ان تدخل في اي نقاش اليوم ولكن عصبيتك ممكن تظهر على الساحة حاول تمسك حالك قدر الامكان اهتم بالامور البحثية او الامور الدراسية او النقاشات بشكل عقلاني انجز المطلوب منك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام كله على مستوى البيت في امور الها علاقة بالصيانة او الترميمات او بعض التصليحات او امور الها علاقة بالاهتمام باحد الوالدين او بالابناء او بامور افراد العائلة مثل الاخوة والخوات اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الامور بتظل مستقرة وجيدة لغاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر بتصير مزاجيتك عالي جدا في التعامل مع الحبيب فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب من موقف بسيط او انه ان يعني يكون في نوع من انواع الطباع الحادي جدا عندك حاول تمسك اعصابك ما تتذكر مواضيع قديمة ويجي عبالك اليوم تفتحها وتحاسب عليها حاول شوي انك تمسك اعصابك قدر الامكان من العصبية اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك يعني ممكن انك ترتب لاعمال قادمة او للفترة القادمة بشكل جيد حاول انك تهتم بامور الفواتير او الامور الملفات اللي بحاجة للدراسة ادرسها وتمعن فيها بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بوضع صحي ولكن بحذر انا من الوساوس او الوسواس اللي ممكن يسيطر على بعضك حاول انك تطلع من هذا الجو باي طريقة ما تخلي الوسواس يسيطر عليك اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى الشراكة لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر بتحتد الامور عندك وبتوصل لمرحلة المزاجية فبصير مزاجك حاد جدا لدرجة انه ممكن تختلق المشكلة لو ممكن تتذكر مشاكل قديمة وتبلش تجهز للحرب ابتداء من اليوم حاول انك انت تمسك عصابك قدر الامكان وحاول ما تختلق المشاكل الاوضاع مش متحمل مشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه على مستوى الاموال المشتركة الامور تقريبا روتينية يعني ما فيه لا شيء ايجابي ولا ايش سلبي ممكن يهتم بعضك في امور الها علاقة بالديون وترتيب امور لديون اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا هو جيد جدا خلال هذا النهار وممكن يساعدك في كثير من الامور اللي ذكرناها اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيت الاعمال وبيت السمعة فبقولك انا حاول انه انت تنجز الاعمال المطلوبة منك حاول انك تكون ودود بالتعامل مع زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك ما تخالف القوانين مهما دعت الحاجة على اساس انه انت بفترة حرجة جدا لا تخالف القوانين ولا تجازف ولا تغامر الفترة مش سهلة رح تكون عليك اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه على مستوى بيت 11 شوي الامور فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك شوي بدك انت تتعامل بحكمة مع الاصدقاء ممكن يكون في نوع من انواع الاتصالات مع بعض الاصدقاء مش مع الكل اما نوع من انواع التواصل او التفقد او الاطمئنان او المشورة بمسألة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور هذه لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بتكثر عندك الهواجس والافكار والوسوسة عشان هيك حذرت في اكثر من مكان من الوسوسة حاول ما تخليها تسيطر عليك بشكل كبير حاول انك تطلع من الجو اللي انت فيه وتهتم بصحتك انجز العمال الضرورية حاول تراقب غذائك وادويتك وحاول انك توخذ قصد كافي من الراحة وحاول تطلع من الجو السلبي برج الاسد ابتنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة تم فرصة لمكسب مالي من شراكي او تعويض ولكن من جهة اخرى تم نفقات متصاعدة ممكن يزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف البيت فارغ تماما ففي نوع من أنواع الحدية موجودة فيه أو نوع من أنواع اضطراب في المزاج في نوع من أنواع العصبية نوع من أنواع الاكتئاب نوع من أنواع الاضطراب في المزاج فعشان هيك حاول أنك تطلع من هذا الجو بأسرع وقت ممكن ما تخليه سيطر عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الاهتمام بالأمور المالية عالي جدا خلال هذا النهار ولكن ما في باليد حيلة أنت مرهون أو مرهون الوقت على وعود أو على مساعدات أو على دعم خارجي فعشان هيك أنت مرهق كثير بالتفكير وعارف أنا إذا ما نحلت خلال هذا النهار راح تكون صعبة بالفترة القادمة أنك تصل لعملية الحلول حاول أنك أنت تراقب الموجود بين إيديك بدون ما تلتزم بأشياء جديدة لأنه تحسبا للظرف القادم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم جيد على مستوى الاتصالات والتنقلات على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالبحث ممكن تفرق حالك لدراسة أمر أو موضوع ممكن تدخل بنقاشات عدة ممكن ترتب أمور عديدة عندك للفترة القادمة أمور إلها علاقة بالتنقلات أو بالتسويق أو بالدراسة أو بالبحوث أو بالمناقشات أما بالنسبة للبيت الرابع فبدك يعني من ساعات العصر بتبلش الأمور تضغط باتجاه البيت فعشان هيك بدك تكون موهية لفترة صعبة جدا قادمة فيها نوع من أنواع الضغط المنزلي فحاول أنك ما تختلق المشاكل وخلي الأمور روتينية تماما تعامل مع أفراد العائلة أو مع البيت بشكل إيجابي ممكن يظهر في ساعات العصر بعض الأخطاء أو بعض الأعطاء المنزلية اللي بتطلب تدخلك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه فارغ تماما وهذا الفراغ فراغ مزعج بالنسبة للأمر العاطفي فعشان هيك برهقك وبوترك خلال الفترة هاي حاول أنك أنت ترتب الأمور بشكل عقلاني بدون عصبية وبدون تهور حاول أنك أنت تتواصل مع الحبيب حاول إذا كان الأمر في مجال المصالحات حاول أنك تبادر في هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أن الأعمال بترهقك كثير بالتفكير فمنكم ممكن يرتب ملفات أو يبدأ بكتابة أو صياغة سيفي لو أو أمور أو أوراق أو تجهيز أوراق عمل أو ملفات أو أشياء بتحتاج للدراسة والبحث ممكن يهتم ويركز عليها اليوم بشكل كبير تجهيز للأيام القادمة أما بالنسبة للصحة ووضع الصحي تقريبا مستقر ولكن المزاجية عندك أو العصبية مش مستقرة حاول أنك تسيطر عليها وما تخليها تظهر على الساحة اللي هي العصبية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكة شايف الأمور لغاية ساعات الظهر ممكن يكون فيها نوع من أنواع الروتين ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تحتد العصبية عندك لدرجة أنه بصير الأمر فيه نوع من أنواع الحدية الواضحة على الساحة ما بينك وبين الشريك يعني الشريك العاطفي أو شريك المال يعني الزوج أو الزوجة بمعنى آخر فحاول قدر الإمكان تمسك حالك يعني ما تحاول أنك تنفعل أو تعصب أو تتحسس من أي كلمة ممكن تطلع فأنت تنفجر من الغضب ما تحمل العباء كل الشهر تحملها على أشخاص ما لهم علاقة في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فمثل ما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه أما بالنسبة للبيت التاسع في أمور إلها علاقة أو اهتمامات بأمور السفر ممكن يجيك خبر من الآن لغاية ساعات الظهر يجيك خبر إلها علاقة من الخارج أو إلها علاقة بموضوع سفر أو موضوع مراسلات كنت أنت باعثها خلال الفترة الماضية يجيك رد عليها خلال هذا اليوم أما في ساعات ما بعد الظهر بتخفي الأمور بترجع لأمور البحث أو الدراسة أو الأمور اللي إلها علاقة بحضور الأفلام أو التلفزي أو الكمبيوتر أو المراسلات الخارجية أو الاتصالات الخارجية أو منكم ممكن إذا كانوا على مقاعدة دراسة يهتموا بأمور أبحاث أو أمور دراسية وعلمية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقول إنه خالي تماما من أي ضغط أو إيجابية فعشان هيك الأعمال الروتينية هي اللي بتظهر على الساحة خلال هذا النهر أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم بصير في نوع من أنواع الاتصالات الكثيرة والحثيفة اللي إلها علاقة بأشخاص أصدقاء لإلك موجودين في البلد أو خارج البلد ممكن تفقد أو اتصال أو مساعدة أو معونة أو طلب مؤازرة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور تقريبا نقدر نقول لغاية ساعات العصر جيدة أنت قادر تسيطر على الوضع الصحي عندك ما عندك أي مشاكل بالعكس أنت محافظ على غذائك وقايتك وكل إشي ولكن من ساعات الظهر ممكن تظهر أمور على الساحة خارج عن السيطرة إلها علاقة بالوهن أو التعب الصحي المفاجئ فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي حاول أنك ما تشغل حالك كثير وما تتعب حالك كثير ركز بالأمور بشكل جيد غذائك أدويتك راحتك وقايتك كل هاي الأمور بدك تركز عليها بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج العذراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكتكم والأجواء مشجعة يوم مناسب لإتمام قطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك الزوجية أو العائلية أو مع شريك يسودها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بدك تمسك حالك الفترة هاي يعني حاول أنك قدر الإمكان أنك أنت ما تنفعل وما تتصرف أمور تعتبرها أنه ذكاء وفي النهاية تكون تهور وتكون ورطت حالك بمشاكل أنت بغنى عنها بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور يعني شيئا ما مزاجيا مش جيدة يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو التقلب خلال هذا النهار بين إيجابي وبين سلبي طول النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي مش مقلقة عندك وعندك اهتمام بأمور الفوترة أو الترتيبات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة باهتمامات بمشاريع أو بمصالح كيف تحقق من خلالها أموال بالفترة القادمة طبعا هذا يوم بدعمك على هذا الباب وحاول تستغله لأنه جايك يومين رح يكون انصابات عليك أما بالنسبة للبيت الثالث فبأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات ما في داعي للمغامرة أو المجازة فيه خلال هذا النهار حاول أنك أنت تمسك عصابك وما تتهور ومهما كانت الظروف حاول أنك تتعامل بهدوء بدون عصبية وحدية الأمور مش مشجعة لإلك في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أو الأبحاث أو المناقشة ولكن الحدية بتكون غالبة عليهم في تصرفاتهم وطباعهم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أمور البيت روتينية يعني تعاملك روتيني بتتعامل روتيني على حسب الوضع العام عندك في البيت أما بالنسبة للوضع العاطفي ببيتك الخامس فهو روتيني أيضا تتعامل معه بشكل طبيعي أو ودي أو بتحاول أنك تتعامل بشكل روتيني يعني إذا كان الوضع البيت عندك جيد فالأمور جيدة إذا كان من طبيعة البيت في نوع من أنواع الحدية فرح تكون حادة طبع أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور العمل هي اللي مرقيتك أكثر إشي وهي اللي شغل لمخك وهي اللي بميخذ اهتمامك واهتمام تفكيرك فعشان هيك بتفكر في كثير من الأمور إلها علاقة بالعمل ملفات أو عقود أو أشياء تجارية أو مشاريع أو تعطيلات لهاي الأمور بتحاول أنك تجد مخرج خلال هذا النهار لهذه الأمور فهي اللي بتأخذ كامل اهتماماتك في نوع من أنواع التوتر الصحي فعشان هيك يهتم بوضعك الصحي أو ممكن تهتم بوضع صحي لأحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع اللي ذكرناه فهو ضاغط بشكل سلبي فبتكون تكونوا حذرين لأن القمر موجود مقابلك تماما وبوضع سلبي فعشان هيك ما في داعي للمجازفات على مستوى الشراك المالي والعاطفية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه أنت تتعامل بذكاء أو تعتقد نفسك أنك أنت بتتعامل بذكاء ولكن هذا الأمر إذا كان الإشي اللي بتشتغل فيه غير مشروع أو أنه غير جائز بقولك أنه من ساعات الظهر رح تكتشف أنه أنت دخلت أو دخلت نفسك بفخ أنت ما كان من السهل أنك أنت تدخله ولكن غفوت عن هذا الموضوع أو وهمك مزاجك بأنه أنت بتقدر تتجاوز المرحلة هاي بذكاء بتلاقي حالك ورطت حالك بشيء أنت بيغنى عنه وخصوصا بالأمور اللي إلها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك ركزه مش بكل شيء بس بأمور الأموال اللي ما بتعود لك يعني أمور أموال شراكي أموال إلها علاقة بالضريبة بالتأمينات أموال إلها علاقة بديون موجودة عندك أو التزمات عليك بتحاول أنت تتلعب بالأمور هاي عشان تأجل الموضوع حاول أنك أنت ما توصل للمرحلة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك الضغط كبير على مستوى أمور الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الدراسة أو عمل بحث أو الاطلاع على أمور معينة يعني قدر الإمكان بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن انتصالات تفقدية وممكن أشياء ترتبات لأمور إلها علاقة بالخارج أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأعمال فبتقدر تنجز كثير من الأعمال اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة ولكن برضو بقول لك دير بالك أنك تخالف القوانين أو تجازف أو تغامر لأن الفترة الجاية ما رح تكون سهلة عليك حاول أنك تلتزم بالقوانين وحاول أنك تتعاون أنت والمسؤولين أو زملائك بالعمل لإنجاز هذه العمال أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه برضو ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التواصل الضعيف أو استقبال المكالمات من الأصدقاء بشكل ضعيف يعني بتحاول أنك تتهرب من بعض الأشخاص في حدية في الطباع مع بعض الأشخاص أو اكتشفت بعض الأشخاص أنهم بتأمروا عليك أو منقطة ضعف لإلك حاول أنك أنت تمشي الأمور وتفرزها بشكل سريع جدا قبل ما تصل إلى مرحلة أنك تفقد السيطرة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه لغاية ساعات الظهر الأمور مسيطرة عليها ولكن بعد ساعات الظهر ممكن يتسلل لك نوع من أنواع الوسواس أو الإطراب أو بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالصحة أو أشياء ممكن تظهر لك أنت مش متوقعها حاول أنك أنت تكون حذر جدا حاول تنجز العمال المطلوبة منك بشكل جيد وحاول أنك أنت ما ترهق حالك زيادة أراقب غذائك وأدويتك وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة مرج الميزان بتراكم العمل لديكم انتبهوا جيدا لصحتكم نظموا واجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية طبعا القمر موجود في البيت السادس لإلكم فهذا بيت العمل وبيت الصحة عشان هيك هذا الأمر اللي إحنا ركزنا عليه خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمر روتيني عندك يعني على حسب طبيعتك بتتحكم فيك الأمور ولكن من ساعات العصر تقريبا بصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباعة عندك أو العصبية أو المزاجية أو نوع من أنواع الخوف أو القلق حاول أنك ما تخليها تسيطر عليك أما بالنسبة لبيتك الثاني ففي كثير من الأمور المالية بتشغلك خلال هذا النهار إما هي ترتيب أوراق أو فوتير أو معاملات أو ديون أو أوراق مالية أو الاهتمامات بوضع مالي قادم ولكن حاول أنك أنت تمسك حالك شوي وتقلل من المصاريف وما في داعي للعصبية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات أو الاتصالات أو النشاطات الدراسة أو الأمور اللي إلها علاقة بالبحوث أو الاتصالات الخارجية أو الداخلية يعني بيكون عندك نشاط كبير خلال هذا النهار ممكن تحقق من خلاله إنجازات وخصوصا في أمور إلها علاقة بالنقاشات ولكن ما تناقش أمور ما بتعنيك أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمر روتيني بتتعامل بشكل روتيني مع الأمر على حسب الوضع اللي أنت فيه فإذا كان وضع البيت عندك من النوع الضاغط فالأمور ضاغطة إذا وضع البيت عندك من النوع الهادي فالأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط العاطفي موجود عندك خلال هذا النهار ممكن يتخللوا نوع من أنواع العصبية في تعاملك مع الحبيب حاول أنك تمسك عصابك ما فيه داعي للمانفعال أو للعصبية أو للتهور ما تغامر بالحضوظ مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا ولكن أنه برضو في ساعات الظهر تقريبا بتزيد الأمور حدية على أمور العمل وأمور الصحة بدها مراقبة بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو خالي تماما برضو من الحضوظ فعشانيك بتتعامل مع الشريك على حسب الوضع اللي أنت متعود عليه أو على حسب وضع البيت اللي أنت عايش فيه أو حسب شريكك أو حسب علاقتك معه فإذا كانت الأمور حادي فأنت رح تحتد وإذا كانت الأمور هادي فأنت رح تكون هادي ولكن بدك تدير بالك لأنه اليوم هذا تقريبا هو الفيصل في أمور قادمة فممكن إذا حتديت اليوم الفترة القادمة تكون حادة بشكل لا يطاق أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني أيضا يعني بتتعامل مع أمور الأموال المنقولة والأموال اللي ما بتعود لك أو الديون أو الأمور الخارجة بشكل روتيني ما فيه أي نوع من أنواع الضغطات ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك الإهتمام الكامل أو التركيز الكامل خلال هذا النهار إما تذكر أشخاص خارج البلاد أو تفقدهم أو محاولة الاتصال فيهم أو نوع من أنواع التواصل مع الخارج أو ترتيب لأمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو أشياء قادمة من أوراق ومستندات أو أشياء تتعلق بهذا الأمر في منكم ممكن يهتم في أمور بحوث أو دروس أو دراسة أشياء إلها علاقة بلغة جديدة أو حضارة أو مثلا شيء له علاقة بالغموض أما بالنسبة للبيت العاشر فهو خالي تماما أيضا على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة فبتتعامل معها بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور عام مستوى الأصدقاء ممكن يتخلى اليوم بعض الاتصالات أو التفقد لبعض الأصدقاء ممكن التواصل معهم لحل مشكلة معينة أو لاستشارتهم في أمر معين والوضع رح يكون إيجابي ما في أي نوع من أنواع الحدية إلا في ساعات المساء فبدك تمسك حالك من الانفعال أو ردة الفعل السلبية بالتعامل مع الأصدقاء والمعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعب أو الإرهاق أو بعض الأمراض العابرة حاول أنك أنت تراقب غذائك وأدويتك وحاول تأخذ قسط من الراحة حاول أنك ما تنفعل وما تستسلم برضو للوساوس برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحض والعاطفة والأمور المالية ووسعكم شراء احتياجات أو أشياء أنتم بحاجتها بخلال الفترة القادمة هذه فترة فيها نوع من أنواع الحضوض ممكن تقوى من خلالها العلاقات العاطفية وبتعرف فترة من البهج والإنبساط لأن القمر موجود في البيت الخامس فهو بعزز هذه النقاط عندك رغم انتقال الشمس لبيتك السادس اللي بضغطك شوي صحيا ونفسيا وعمليا ولكن هذا بعزز أشياء لها علاقة بالعاطفة رغم أنه ممكن كان في الأيام الماضي نوع من أنواع الحدية في التعامل مع الحبيب فممكن اليوم الجو ينقلب بشكل إيجابي أو يصير فيه نوع من أنواع المصالحات إذا أردت ذلك طبعا فأنه الأمر متروك عليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور النفسية شوي فيها نوع من أنواع الاضطراب بين توتر وعصبية أو نوع من عدم الارتياح أو فيه نوع من القلق المسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية شيئا ما فيها نوع من أنواع الاهتمام بأمور مالية أو التزامات أو أشياء إلها علاقة بالدفعات أو بالأشياء اللي إلها علاقة بالإرهاقات المالية حاول أنك تهتم فيها بشكل عقلاني خلال هذا النهار لأنه في الأيام القادمة رح يكون فيه نوع من أنواع الضغط أو الالتزام العالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات أو اللقاءات أو على مستوى البحوث والدراسة والأمور اللي إلها علاقة بالاهتمام بالإلكترونيات أو بأجهزة الاتصالات والمواصلات رح تكون جيدة جدا خلال هذا النهار ممكن أتحقق من خلالها إنجاز جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام العالي جدا هو على مستوى البيت فممكن أن تهتم في أمور عائلية أو أمور صياني أو ترتبات داخلية داخل البيت أو في أشخاص بهموك داخل المنزل أو تفقد أهلك أو أبنائك أو أخوتك أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات إلا أنه بعضك فيه عنده نوع من أنواع الحدية في الطباع في التعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال أو ترتب لأعمال مستقبلية أو تتواصل لأجل أمور إلها علاقة بالعمل الفترة هاي جيدة لهاي الأمور وممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فعم مستوى الشراكي يعني تقريبا منقدر نقول أنه اليوم مستقر ولكن هذا الاستقرار إذا ما حافظت عليه خلال هذا النهار فممكن يزعجك بالأيام القادمة حاول أنك أنت ترتب الأمور بشكل جيد ويشحن حالك بطاقة إيجابية اعمل نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو مع الشريك على أساس أنه أنت تستغل للفترة القادمة أنه تكون فيها أقل حدية وتوتر في العلاقات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور الأموال اللي ما بتعود لك اللي هي الأموال المشتركة أو الأموال اللي ممكن تعود لك من تعويض أو من دين أو من قرض أو من مساعدة ممكن اليوم يجي رد قاطع للأمر هذا اللي على أساسه ممكن ترتب الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم عندك نشاط عالي جدا في أمور الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأكثر من شخص ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الدراسة أو الحث على الدراسة أو التعليم أو ممكن أنك أنت تبلش تجهز لأمور إلها علاقة بالبيانات أو المعاملات الخارجية أو تستعد لأمور اتصالات لأمور إلها علاقة بالسفر أو الهجرة أو أمور إلها علاقة بالعمل خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو خالي تماما من أي ضغوط أو حضوط موجود عليه فعشان هيك الأمر بتتعامل فيه بشكل روتيني تماما أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك مع الأصدقاء بطريقة التواصل أو الاتصالات الخارجية أو الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص أصدقاء لإلك بتتفقدهم بتتفقد أحوالهم ممكن من خلالها تطمئن عليهم أو تطلب مساعدة معينة أو هم يطلبوا بدورهم مساعدة منك أما بالنسبة لبيتك 12 فهذا شوي بضغطك بشكل سلبي جدا لدرجة أنه ممكن يزرع عندك نوع من المخاوف أو الوساوس أو الاهتمام بأمور العلاقة بالخيالات أو الخيال العلمي مثل حضور أفلام يعني خيال أكثر من إنها بطبيعتك بتحب الأفلام العاطفية والرومانسية أو بعض الأكشن ولكن هذا شوي بتركك للواقع أكثر وممكن الاهتمام في بعض الأمور الغيبية أو المغيبات في منكم ممكن يهتم بوضع صحي له أو لاحد الأقارب وممكن يهتم بنوع من أنواع المكملات أو الأعشاب أو الأمور الصحية حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية أو المهمة وحاول أنك تخذ قسط كافي من الراحة برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مساكنكم أو الاهتمام بأمور البستني أو الأمور البيتية تجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة أو من أفراد العائلة تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة إلا أنه في بعض القلق براودك بتعلق في أبنائك أو بتعلق في إخوانك أو بتعلق في أقاربك في نوع من أنواع الاهتمام ممكن يكون باتصالات إلها علاقة بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية برغم أنه شوي أنت مضطرب نفسيا في عندك نوع من أنواع الوساوس أو القلق أو حتى الخوف أو الحذر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور المالية يعني شوي بتشغل أفكارك بترتب أوراق أو أمور مالية أو أشياء لها علاقة بالأمور المالية حاول أنك أنت ترتبها بشكل جيد لأنه في الأيام القادمة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الضغط فيصعب عليك عملية التركيز في ترتيبها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو إلو علاقة بالاتصالات والمواصلات فأقول لك أنه اليوم إيجابي ممكن أنت تتنقل بشكل كبير وواسع ولكن حاول أنك أنت ما تغامر وما تتهور حاول أنك أنت تهتم بأمور إلها علاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات وممكن يكون فيه نوع من أنواع صياني أو ترميمات أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع دراسي لبحث معين أو لموضوع معين تستعدله أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه أما بالنسبة للبيت الخامس فهو خالي تماما ما فيه أي حضوظ بتدعم أو أي سلبية موجودة فهو روتيني كامل فعشان هيك بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب طالعك وعلى حسب الظرف اللي بتعامل معاك الحبيب فيه أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أن أمور العمل هي اللي بتتركز عليها خلال هذا النهار فممكن تركز أنت في أمور إلها علاقة بالأعمال أو ترتيب أوراق أو ملفات أو عقود أو أشياء إلها علاقة بالعمل راح تكون كلها هاي الإنجازات جيدة جدا خلال هذا النهار بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام الصحي أما بالنسبة للبيت السابع أو بيت الشراك المالي والعاطفية فأنا شايف أنه الأمر تقريبا روتيني إلا إيجابي شوي ولكن برضو بتطلب منك نوع من أنواع أنك تمسك حالك من العصبية وردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثامن فالاهتمام في الأمور الأموال اللي إلها علاقة بالقضايا أو الأموال المشتركة فبقولك أنه برضو روتيني على حسب الوضع اللي أنت فيه بتكون الأمور في هذا البيت أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم يكون فيه نشاط كثير عندك بالاتصالات أو بالتواصل أو بتجهيز بعض الأوراق اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة الجامعية أو حتى أوراق إلها علاقة بقضايا قضائية بترتبلها للفترة القادمة يستغل الأيام أو اليومين القادمات عشان تنجز كثير منها أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وممكن يكون عبر اتصال هاتفي يشوروا عليهم أو يقولونهم شو عملية المساعدة أو عملية حل المشكلة بالتعاون مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف أنا أنه في نوع من أنواع بتخف نوعية الاتصالات مع الأصدقاء خلال هذا النهار أو ممكن تهرب من التواصل مع بعض الأصدقاء في أشياء لها علاقة بنوع التودد لا ببعضهم أو طلب المساعدة من بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا بقول لك بدك تدير بالك اليوم من الوساوس قدر الإمكان ما تشغل مخك بأشياء مش موجودة أو وهمية أو وهم حاول أنك أنت تركز على حالك بشكل جيد راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك تراقب غذائك ومشروباتك وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقتك اليومية وتنقلاتك ممكن يكون فيها نوع من أنواع الحدية فما في داعي لا للمغامرة ولا للمجازفة ممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط طبعا القمر موجود في البيت الثالث بيت الدراسي والاتصالات والتنقلات فعشان هيك يضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك منحذرك من أي شيء له علاقة بالمغامرات أو المجازفات وممكن يصير بعض الأعطال أو الأخطاء اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور على المستوى النفسي يعني شيئا ما مستقرة إلا أنه بنتابك بعض الحدية في بعض الأوقات أو اضطراب المزاج أو القلق من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى المالي مسيطر على الأمور أنت ولكن لا تبذخ كثير لأنه ممكن الفترة الجاي يكون في نوع من أنواع الصعوبة والضغط المالي فتطلب الحاجة لبعض الأموال أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور شيئا ما فيها نوع من أنواع الاستقرار لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير في نوع من أنواع الحدية أو بعض الأفكار أو بعض القلق على أحد أفراد العائلة في نوع من أنواع التواصل ولكن حاول أنك أنت ما يكون في حدية وتتفشش في أهلك أو أهل بيتك مثل أبنائك أو مثل إخوانك وأخواتك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه روتيني بتتعامل فيه على أساس أنه أمر طبيعي ما فيه نوع من أنواع الحدية ولا فيه نوع من أنواع التراخي حاول أنك أنت تتعامل بشكل روتيني بشكل جيد وحاول أنك أنت تشحن حالك براقة إيجابية عشان ما يصير أي مشاحنات بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه عندك كثير من الأوراق أو المعاملات أو الاهتمامات العملية خلال هذا النهار ممكن بتحاول ترتب أوراق أو ملفات ممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن حاول أنك أنت برضو تلتفت لصحتك أكثر لأنه شوي الوضع الصحي ممكن في لحظة من اللحظات ينعكس بشكل سلبي فبدك تكون جاهز مش أمور خطيرة ولكن أنه نوع من أنواع الوقاية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الأمور فيها نوع من أنواع الحدية حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان عشان أنت ما تأزم الأمور أكثر حاول تتعامل بلطف ولين على أساس أنه تمشي هالفترة على خير أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما من الحضوض ومن السلبية فعشانك الأمور المشتركة أو الأموال المشتركة تقريبا تتعامل فيها على حسب الوضع اللي أنت فيه أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك الأمر إيجابي جدا على مستوى الدراسة وعلى مستوى الاتصالات الخارجية على مستوى البحوث على مستوى الاهتمامات بلغات أو بثقافات أو الاطلاع على أمور علمية واللي عنده مثلا مسائل قانونية ممكن يهتموا اليوم بأوراق أو ملفات أو أشياء قانونية ولكن كل هالفترة رح تكون إيجابية لصالحهم مهمة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أن الأمور على مستوى البيت العاشر فارغة تماما فعلى مستوى الأعمال مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة فارغة تماما من أي حظ أو أي سلبي فعشان هيك بتتعامل مع الأمر بشكل عقلاني أو بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات عشان هيك اليوم في كثير من الاتصالات ممكن تكون ما بينك وبين أحد المعارف أو أحد العلاقات لطلب المشورة أو المساعدة أو الأمور اللي إلها علاقة باستغلال العلاقات لحل مشكلة ما وممكن يكون فيه اتصالات تفقدية لبعضكم وممكن جمعة ما بينك وبين الأصدقاء تجمعكم حتى لو لقاء عابر أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو جيد ودعمك بشكل قوي جدا لغاية ساعات الظهر يعني بتكون قوة الدعم عالية جدا أما في ساعات ما بعد الظهر بتخفي شوي الحظوظ في هذا المكان ولكن ما بتصل لمرحلة السلبية فعشان هيك ما في داعي للوساوس وما في داعي للتكهنات والأوهام الأمور مؤقتة وبتمشي الأمور بشكل جيد بس بحاجة هي لا نوع من أنواع الصبر برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك احذروا النفقات المتصاعدة هاي الفترة يعني معروفة أنه فيها نوع من أنواع السهولة في الأعمال ولكن أنا بقول لك لا مع الضغط الموجود الفلكي بقول لك هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة في الأعمال اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح فيه نوع من أنواع الضغط موجود خلال النهار هاد والأيام القادمة بتزيد شوي بالضغوط عشان هيك بقول لك حاول أنك تقلل من مصاريفك وتتدخر لأنه جايك فترة تقريب الأربع أيام فيها نوع من الضغط العالي بتتطلب أنه يكون فيه معك فلوس كاش اللي تتصرف لنجدت حالك في خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي شيئا ما يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار فيه نوع من أنواع التواصل الجيد حاول أنه أنت بس تظلك شاحن حالك بطاقة إيجابية بدون عصبية أو توتر أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم فيه عندك كثير من الاتصالات والحركة والنشاط ممكن عملية بحث معينة أو دراسة معينة أو حث أبنائك على الدراسة فيه عندك نوع من أنواع النشاط العالي جدا إما بترتيبات أو تجهيزات لأمر قادم فيه أشخاص منكو خصوصا البلدان اللي لسه مفتوحة ممكن يكثر عندهم الاتصالات والتنقلات بشكل كبير وواسع أما بالنسبة للبيت الرابع ففيه نوع من أنواع الاهتمام على مستوى البيت إما في ترتيبات أو تصليحات أو تجهيزات أو اهتمام بأحد الوالدين أو أفراد العائلة فيه أشياء إيجابية ولكن برضو بتخللها بعض الأشياء السلبية على مستوى البيت حاولوا تمسكوا أعصابكم أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى الأمور العاطفية وعلى مستوى الحضوض اليوم يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع الإيجابية ولكن مش قوي جدا فيه نوع من أنواع التواصل مع الحبيب جيد يعني بتتفاهم على مساء المعينة أو بتتفقوا على أشياء معينة أو تواصل تفقدي أو نوع من أنواع الإطمئنان على بعض ولكن ما فيه داعي للمجازف بالحضوض أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى ترتيب الأمور للأعمال وممكن يترتب لعمل معين أو لإنجاز شيء معين أو راق أو ملفات أو حتى مشاريع ممكن أن تدرسها بخلال هذه الفترة بشكل إيجابي وممكن الاهتمام بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو فارغ تماما ما فيه أي حضوض أو سلبية بتأثر على هذا البيت أما بالنسبة لابتك الثامن فهو جيد على مستوى الأمور اللي لها علاقة بالديون أو القروض أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم بتدعمك بالفترة هاي فممكن تستعين بأشخاص أو مؤسسات لزيادة الدخل أو لدعمك ماليا أما بالنسبة للبيت التاسع فكثير من الاتصالات الخارجية أو التفقدية لبعض الأشخاص خارج البلاد أو العمل على أمور اللي لها علاقة بالسفر أو التجهيزات لسفر أو الأمور اللي لها علاقة بالاستراد والتصدير أو الأمور اللي لها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو الدراسية أو أشياء اللي لها علاقة بامتحانات قادمة جامعية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايفه فارغ تماما من الحضوض ما فيه أي شيء إيجابي لا بدعمك لا معك ولا ضدك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايفه أنه فيه نوع من أنواع التواصل العالي جدا اليوم مع الأصدقاء ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل العالي أو المكثف أو التفقد أو العلاقات العامة أو المساعدة أو طلب المعونة أو هم يطلبوا منك وأنت تساعد بدورك فعشان هيك فيه نشاط كبير على مستوى الأصدقاء والعلاقات العامة أما الدول المفتوحة لسه ما تم التسكير فيها الأشخاص اللي عايشين فيها من برج الدلو ممكن يتوجه لهم دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو ممكن يكون فيه لهم تكريم أو نوع من الهدايا أما بالنسبة لابت متاعبك فأنا بقول لك بدك تدير بالك حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك قدر الإمكان وما تخلي الأعمال تتراكم عليك حاول أنك تهتم بأكلك وشربك وغذاءك وتغذيتك وحاول تهتم بوضعك الصحي حاول أنك ما ترهيق حالك زيادة وتخلد للراحة برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل ووسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي طبعا القمر موجود في البيت الأول عندكم استقر الآن تقريبا وأرسل شعاعه أو نوره لجميع موليد برج الحوت فعشان هيك العمر بيكون تقريبا عند الأغلب إيجابي إلا إذا كان طالعهم في نوع من أنواع السلبية ولكن هو إجمالا يوم إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو الاهتمام المالي هو اللي تقريبا برهق بالفترة هاي بالتفكير أو بالتجهيزات أو بالترتيبات في أمور الهلاقة بالملفات أو الاستعدادات لشيء معين فيه نوع من أنواع الالتزام المالي يعني مسيطر عليه شيئا ما ولكن إذا وعدت بأمور مالية فأنا بقول لك أنه ممكن أنه يكون في رد قاسي أو مش متوقع بالرفض خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم تكثر عندك الاتصالات والمواصلات والاهتمام بالاتصالات والمواصلات والدراسة والبحوث والأمور اللي لها علاقة بالنقاشات أو الجدالات يعني فيه نوع من أنواع النشاط الذهني أو الفكري العالي جدا ولكن بدون تهور أو بدون مغامرات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا بقول لك فيه نوع من أنواع الاهتمام لبعضكو على الأمور المنزلية ممكن الاهتمام بنوع من أنواع الترتيب أو الديكور أو صيانة بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمام بصحة أحد الوالدين فيه منكو ممكن يكون فيه عنده جمعة بالمنزل لها علاقة بالأبناء أو الإخوة أو تعامل مع أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الخامس فلغاية ساعات الظهر الأمور حادة جدا على المستوى العاطفي ممكن يتخللها بعض المشاحنات ولكن بعد ساعات الظهر الأمور بتستقر بشكل إيجابي وبصير فيه نوع من أنواع الدعم ما بينك وبين الحبيب للفترة القادمة والأمور جيدة ومدعومة ومصحوبة بأشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور اللي لها علاقة بالأعمال ممكن يتجهز ملفات معينة أو تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بالأمور الصحية أو ممكن يهتم بصحة أحد المقربين لإله أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور جيدة فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك بشكل جيد ممكن تحصل على أمور جيدة خلال هذا النهار وتكون المزايا ممتازة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه ما فيه لا إيجابية ولا سلبية على مستوى الأموال المنقولة أو الأموال اللي ما بتعود لك على أول أموال المشتركة حاول قدر الإمكان ما تركن على أشخاص ممكن توعدك بالأمور المالية للفترة القادمة حاول أنك أنت ترتب أمورك بالأموال الموجودة عندك حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان وتعمل نوع من أنواع الاحتياطات أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بيغلب عليك الاتصالات البعيدة أو المواصلات أو الاتصالات مع الخارج مع أشخاص مقيمين خارج البلاد أو دراسة أمور إلها علاقة بالفلسفة أو بلغة أو بدين أو أمور إلها علاقة بحضارة معينة ممكن برضو يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام في بعض البحوث أو التجهيزات لامتحانات جامعية أو أمور علمية أما بالنسبة لها بيتك العاشر فأنا شايف أنه على مستوى العمل بظل الأمر يعني فيه نوع من أنواع الإنجازات وخصوصا بالتعاون مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل بتقدر تثبت ذاتك وتثبت الأمور بشكل جيد على قدرتك على إنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة لها بيتك 11 فأنا شايف عن مستوى العلاقات والأصدقاء اليوم بتكثر عندك الاتصالات أو التفقد لبعض الأصدقاء ممكن الاهتمام فيهم أو حتى نوع من أنواع الحاجة لأمر معين فأنت بتعرف تتصل في مين ومين اللي بيقدر يساعدك أو يدعمك للفترة القادمة في مسألة معينة أما بالنسبة لها بيتك 12 بيت المتاعب ففي نوع من أنواع التوتر خصوصا من ساعة الظهر بتحس فيه بيزيد عليك أكثر في نوع من أنواع الوساوس والقلق ممكن تهتم بصحتك زيادة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية المطلوبة منك حاول ما ترهيق حالك زيادة راقب غذائك وصحتك بشكل جيد وحاول أنك تخلد للراحة ممكن تهتم اليوم بصحة أحد المقربين لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء